فترة بسيطة انت خسرت عملك بسبب اقاويل بسبب اشاعات بسبب منافسين او ممكن تكون تعرضت حتى الخسارة مادية وهي الخسارة مأثرة عليك بشكل كبير هاي للناس اللي عندهم شراكات او يعني عندهم عمل خاص بهم اما بالنسبة للناس العامة اللي هي ممكن يكونوا الموظفين او شي قاعد اشوفك انت خلال هاي الفترة بدا تحس نفسك مقيدة او عندك لمة معين للمصاريف بدا تحاول انه تمشي مصاريفك بالعافية يعني شون نقول بالعافية احنا يعني تعافر على مود في سبيل انه مصاريفك هذي اه اتكفيك الاخر الشهر كلنا نعرف انه احنا حاليا بازمة فممكن هاي الازمة المادية مأثرة عليك طبعا الورقة اللي طالعة هناك للمال هي ورقة السبن وفوند المخلوبة فاللي قاعد اشوف انه انت قاعد تحاول 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 حتى توازن امورك المادية او حتى انه اه اتخلي لمة معين للمصاريف حتى ما تحتاج ونفس الوقت تكون يعني شلون اه شو انا وصف لك ياه انه حاجاتك او احتياجاتك بالبيت او سواء بالبيت او اذا تشنت انت مثلا عندك مسؤوليات اتجاه العائلة لان البعض منكم اشوف عنده مسؤوليات اتجاه العائلة طلعتلي بالاسرة فاذا تحاول تساعد فاذا تحاول انه تخلي وضعك المادية مستقر حاليا وعندك تفكير كلش كبير بالمادة ومأثر عليك هذا التفكير بشكل سلبي حتى على الصحة فحاولوا انه تفكروني بايجابية شوية خلال الفترة اللي جاية يعني اه اه خلوها على الله اشوف اكو مساعدة من شخص من العائلة مقرب من العائلة راح يمد ايده وراح يساعدكم بمبلغ او ممكن باشي ثاني اذا كانت اه تشنت مثلا رايد وظيفة او شغل خاصة للناس اللي خسروا خسروا شغلهم اشوفوا بسبب اقاويل او حتى خسروا ممكن خسارة مالية اشوف اكو شخص راح يحاول يساعد برج السرطان حتى يطلع من الازمة اللي هو موجود بها حاليا واللي هي تشمل العمل والمادة بالنسبة للصعيد الصحي اليك يا برج السرطان اللي اشوفه انه انت صحتك حاليا متأثرة بالحالة النفسية بالدرجة الاولى البعض منكم يا برج السرطان اه طالع لي هنا سيناريو موجود انه اكو كلام وصل اليك او انحجة عنك الكلام هذا كان بيظلم وهذا الكلام حاليا اموجع راسك يعني بالمعنى النفسي وبالمعنى الجسدي اشوف اكو كلام او اقاويل اه طلعت على برج السرطان باخر فترة وهاي الاقاويل او حتى المكالم اللي اجدته او الرسالة مأثرة على صحته بالدرجة الاولى فالبعض من عندكم اشوف قاعد يعاني حاليا من كثرة التفكير اه ارق ما يقدر ينام بعض منكم اشوف عنده صدع اما البعض الثاني من برج السرطان اشوف عندك الالام بالعظام خلال هاي الفترة حاول تنتبه عليها شوية وحاول اذا زادت عندك هذه الالام انه تتجه الى الطبيب استشارة طبية بس ان شاء الله الامور طيبة يعني لا تخافون الله ينطيكم الصحة والعافية بس هي مجرد اشياء ممكنان ينبهكم عليها حتى بالفترة الجاية تنتبهون على نفسكم وممكن تتفادون شيء اكبر فالبعض منكم اشوف اه قللوا من القلق النفسي اللي موجود عندكم لان هذا شيء قاعد ياتسر عندكم ارق على منطقة الرأس الصداع وبسبب قلت لكم اقاويل اكو على برج السرطان اكو ناس ده تحاول توقع بينك وبين شخص او حتى تسبب لك مشاكل بالعائلة احضر من هاي الطاقة شوية واحضر من هدول الناس وحاول انه اتخلي حد للناس اللي موجودين بحياتك بالفترة الحالية لانه ممكن يطلع عليك كلام يوجع راسك بالفترة الجاية بس اطمنان اشوف انه انت قد التحدي فراح تقدر تصد هاي الاشاعات والاقاويل بس هذا لا يمنع انه هي ممكن تأثر على حالتك النفسية اما بالنسبة للصعيد العائلي برج السرطان اشوف اه على الصعيد العائلي امورك راح تبلش تتوازن اكو مصالحات مع البعض البعض منكم اشوف عنده مشاكل صار لفترة ممكن ويا اخ كبير او ويا الاب شخصية الاب او الاخ الكبير بس اشوف اكو مصالحة اه اما بالنسبة للناس اللي متزوجين اشوف اكو مساعدة راح تكون اكو شخص راح يقدم مساعدة مبلغ مالي راح ينطيك اياه حتى تمشي امورك بيه خلال هاي الفترة ويقول لي قاعد اشوف انه انت راح تقبله هذا الشخص كبير بالسن اشوفه اكبر من عدكم والفترة الجاية خلال يعني ثمانتيان راح يكون اليك تواصل ويا هذا الشخص وممكن انه راح يساعدك بمبلغ مالي يخليك تمشي امورك بفترة حالية هسا ننتقل بالصعيد العاطفي على الصعيد العاطفي اشوف اوني عندي مقسومة القرار العاطفي الى نصفين للمنفصلين صار لهم فترة ولل اه يعني الناس اللي هسا مرتبطين وردي بعلاقه هما موجودين فخلي ابل اشيلكم اول مرة بالناس اللي هما اساسا بعلاقه الفترة الحالية يعني مرتبطين يعني اشوف انه الناس اللي حاليان بعلاقه انتوا قاعد تتعاملون ويا شخص عنيد ممكن يكون اكبر منكم بالسن هذا الشخص او ممكن يكون بينكم وبينه فرق يعني بالسن ممكن هو اكبر او انتوا اكبر بس اللي قاعد اشوف انه اكو شخص مغرور متكبر جدا عنيد وهو يحكي بكلمة اوني 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 يعني من النوع اللي صعوب يعبر عن مشاعره وحتى من يعبر عن مشاعره اتحس انه اكو بيها غرور يحسسك انه هو اكو منيه بالمشاعر اللي هو دي بيلك ياه هو هذا الشخص انه اشوف انه عنده مشاعر اتجاهك هذا لا يمنع انه هو مشاعر اتجاهك موجودة ولكن هو من النوع اللي عنده كبرياء الكبرياء زايد عن حد الدرجة انه هو ما يقدر يعبر لك عن مشاعره هو يستحي في عبر عن مشاعره الشخص ممكن هذا الشخص من النوع اللي يقول لك انا اذا اعبر عن مشاعره وابين ضعفي هذا الشخص فهذا الشخص باتشر راح يستغلني راح يتعبني اشوف انه هذا الشخص ممكن شانت عنده مشاكل بعلاقات سابقة وهاي المشاكل اللي عنده صارت وياها سابقا بسبب اهتمامه زائد بالناس خلتها خلال هاي الفترة هو خايف انه ينطني شاعر يعني امصدر وجه خشب للناس رغم انه هو اكو مشاعر الداخله البعض منكم اشوف انتو عدكم بزعل ويا هذا الشخص صار لكم فترة ممكن ممكن سبعة ايام وشي رقم يعني اكو شي برقم سبعة طالع لكم هنا اكثر من مرة تكرر فهذا الشخص اشوف اذا صار بينكم زعل هو يريد يجي يقدم صلوح طبعا هاي مولي المنفصلين للمرتبطين وحاليا اكو بينهم تباعد يريد يتقدم هذا الشخص خطوة تجاهك يريد يصالحك هو مقدم لك كاس الحب يريد يصالح ولكن شوية عنده نوع من الكبرياء هو دا يقول انه خلي انتظر شوية هو راح يجي انتظر شوية هو راح يبادر هو راح يديد مسج هو راح ينطني اشارة حتاني يدخل فهو منتظركم هذا الشخص طبعا الحلو انه العلاقة اللي بينكم وبين هذا الشخص رغم انه قلت لكم هو ممكن يكون عنيد ومتكبر شوية وهو تعبان بحياته هذا الشخص اشوف يعني تعبان بحياته وتعبان على نفسه فله السبب هو يشوف الناس بطرف عينه يعني هو من يباوع حتى هذا الشخص تحس يباوع بطرف عينه وممكن ايضا يكون هذا الشخص من برج الحمل اللي انتم تتعاملون اياه منه اذا كنا نحكي على ابراج فطالع لكم برج الحمل يعني هو طاقة هذا الشخص طاقة الامبراطور طالع فهو كل شي معظم نفسه يعني هو شيء كل شيء يزيد عن حدا ينقلب ضده مهما كان هذا الشخص مواصفاته زينه بس انه من يواصل المرحلة انه يستحي في كل مشاعر ما يعبر عنه فهذا الشخص اكو عنده مشكلة من الطفولة ممكن مؤثر عليه بحياته او مار بعلاقة فاشلة وهنا همي ايضا طلع لي انه هو ممكن يكون سابقا مار بعلاقة فاشلة ضيع بيها وقت ضيع بيها تعبه وهتم ولكن الطرف الثاني جاذب انه ممكن خذلة او خيب ظنه فهذا الشيء اللي نخليه حاليا هو يستصعب انه هو يفتح قلبه للحب مرة ثانية نخليه متردد انه هو يعبر عن المشاعر حاليا بكل الاحوال البعض منكم طبعا القراءة العاطفية ممكن تكون عكسية هواي ناس يكتبوا لي بالتعليقات انه القراءة عكسية قراءة عكسية ممكن القراءة العاطفية تكون عكسية ممكن تكون انت الشخص الياني داحتش علي و اقول شريكك انتو ادرا انتو تعرفون اكثر لانها قراءة عامة فمستحيل تنطبق عليكم كلكم تنطبق على جزء من عدكم فقط ممكن تنطبق مسبة خمسين بالمئة ثلاثين بالمئة بس ما رح تنطبق مئة بالمئة على الكل هاي بالنسبة للبعض الاول اشوف هذا الشخص بالنسبة للمرتبطين اكو صلح بعد تباعد صارت بيناتكم ممكن صار لكم سبع تيام او ممكن اكثر يعني الله اعلم حسب المدة اللي انتم متباعدين بها اشوف من بعد تباعد هذا الشخص ممكن راح يقرر انه هو ياخذ خطوة يعبر لك عن مشاعره واخيرا بعد فترة بعد تعب بس ما شوفه هتجي بطريقة مباشرة راح يبلش خطوة خطوة هو ما يحب مو من النوع دي يحب التسرع هو شوي في قيل قاعد بمكانه فراح يبلش طبعا هو مراقبك هسه حاليا ومنتظر منك اشارة او منتظر انه انت تدخله بس راح يستسلم اخر شي وراح يدخل وراح يصير صلح بيناتكم هاي بالنسبة للناس اللي مرتبطين بعلاقة مو منفصلين وانما اكو زعل او فتور بالعلاقة صار لفترة اكو مصالحات راح ترجع من بعد اعناد سواء من ناحيتك او من ناحيتك اما بالنسبة للبعض الثاني اشوف البعض منكم يا برج السرطان دا تحاولون تتهربون من شخص صار لكم فترة دا تتسحبون من العلاقة شوية شوية لانه هاي العلاقة اشوفها مؤثر عليكم هواية خلال هاي الفترة دا تفكرون بها هواية ممكن عدكم تخوف او تردد اتجاه شخص معين مخليكم متسحبين من هاي العلاقة فالبعض من برج السرطان اشوفك دا تحاول تطلع من علاقة اه الشخص هذا ما اشوف الغلط منه مية بالمية اشوف الغلط بك ولكن ممكن هذا الشخص اللي انت قاعد تتعامل وياه او اللي من فصل طبعا هذا السيناريو ثاني اللي ان قلت لكم هي من قسمة قسمين القراءة العاطفية يعني ناس طاقة منها طاقة منها فهاي طاقة الشخص اللي انت قاعد دا تحاول تتهرب من عنده تتسحب منه او ممكن دا تحس انه هذا الشخص متلاعب وياك اه بس هذا الشخص وجوده بحياتك مو صدفة انت وهذا الشخص ملتقين اه بامر من الله يعني الله هو اللي مسبب انه انتو تلتقون لانه هذا الشخص اريد يعلمك درس اما ممكن برج السرطان يكون سابقا اه كان ظالم احد مؤذي احد بموضوع ما بعلاقة ما فاجه هذا الشخص بطريقك حتى يعلمك درس يسوي بك يعني هنا اكو كارما بالعلاقة بالفئة الثانية الطاقة الثانية اكو كارما من شخص موجود بحياتك انت دا تحاول تتسحب من عنده انت دا تحاول انه تطلع من العلاقة لان هذا الشخص تعبك بس هذا الشخص اللي دا يسوي بك ولي وجوده حتى بحياتك انت ممكن تكون مريت بعلاقة سابقة شنة انت قاعد تسوي بشخص ثاني مثل ما هو هسه قاعد يتعامل شنة تتعامل والعلاقة القديمة اللي كانت عندك بنفس الطريقة اللي هذا الشخص حاليا قاعد يتعامل لا يتعامل فانت دا تحس انه اكو شون الحق قاعد ينرد حاليا او ظلم انت كانت ضالمر شخص قاعد يرجع طبعا القراءة ممكن تكون عكسية ممكن تكون انت اللي تريد اتعلم هذا الشخص درس او راح اتعلم ادرس من بعد شيء بالماضي كان مؤثر عليه وتعب هذا الشخص اللي موجود اشوف انه هو بالفترة الحالية الناس اللي قاعد تتساحب دا حس انه هذا الشخص بلش ينسحب هو ايضا من العلاقة من بعد ما حس ان انتوا قاعد تتباعدون منه او تتباعدون يعني شاف طرف الخيط هو سباقكم فدا حس انه هو حاليا منسحب دا يخطط للانسحاب دا يخطط للابتعاد لانه هو قاعد يشوف انه العلاقة اللي بيناتكم ما تستحق المجهود اللي هو قاعد يبدله لان قلتلكم انتوا ممكن البعض منكم قاعد يتعامل بطريقة مو طريقته الحقيقية وانما طريقة الشخص كان بحياته سابقا وكان يعاملك بهاي الطريقة يا برج السرطان فانت قاعد تعيد هاي الطريقة بهذا الشخص كرد انه ممكن كرامة ممكن نقولها يعني تجهي بس هذا الشخص انا شوفه هو طيب قلبه طيب وهو عنده خيبات امل سابقة وحاليا هو مجروح من عندك زعلان لان قتلك هنا حتى بالطاقة العامة اكو شخص مستغرب انه مستغرب تصرفاتك ما عنده وضوح هو ده يحسب خسارة فوقتن بس ما عنده معلومات كافية هو ما قاعد يعرف شن سبب انسحابك عن هاي الفترة هو ما ماك رؤية واضحة عنده انت تارك له طاقة تشويش لازم هذا الشخص يعرف الشي اللي انت ده تسويه هاذا شن سببه فالهالسبب هو مااخد طاقة الانسحاب هو ده ينسحب هو ده يخطط انه ينسحب من العلاقة لانه شاف انه العلاقة بينها تكون متعبة هاي بالدرجة الاولى ثانيا ده يحس انه المجهود اللي قاعد يبطلب هاي العلاقة ما راح يجيب نتيجة هو قاعد يستنزف يستنزف نفسه يستنزف مشاعره قاعد يحس انه هاي العلاقة مستنزفة الى صارت فالهالسبب هو قاعد يحاول ينسحب حتى ما يحصل للعشر سيوف اللي حصلها سابقا من شخص غيرك فالهالسبب هو بلش ينسحب لان يعرف انه العلاقة بينكم راح تنتهي يحاول انه ينسحب من العلاقة باقل الخسار حتى ما تأثر عليها زايد فالناس اللي ينطبق عليها هذا السيناريو حاول انه تكون واضح ويا هذا الشخص واذا كان هذا الشخص مهم بالنسبة اليك فانصحك انه تترك الانسحاب اللي انت بي الانسحاب التكتيك اللي مسوي وتروح تحتي ويا هذا الشخص تحتي له مشاعرك بصراحة او حتى ممكن لا ترجع له بس انطي سبب يخليه يفهم انت ليش قاعد تصرفيا به هاي الطريقة وليش هيش قاعد تنسحب منه انطي سبب يقنعه حتى لو تنتو مثلا يعني تريد تنفصل منه او انت هذا الشخص ما مقتنع به تماما او ما زلت تفكر بالماضي لان هنا اكو دورك قاعد تنعاد فانت ممكن اكو شخص من الماضي قاعد يلعب بعقلك حاليا وهذا الشخص يكون علاقة جديدة فانت قاعد تعب الشخص الجديد بدون سبب مجرد انه اكو شخص من الماضي رجع يتسحب بحياتك وقاعد يمارس عليك يعني هنا العاب عقليا ويلعب بعقلك شوي لان هذا الشخص اساسا كيف تتعامله هو متلاعب فانت حاول انه تكون صريح ويا هذا الشخص للظلمة لانه اذا ظلمت الكارما راح تنرد عليك مرة ثانية يعني هذا الشخص اذا انت جرحته راح تنرد لك مرة ثانية انت راح تنجرح ايضا فحاول تكون صريح ويا هذا الشخص حاول انه ما توصله للعشر سيوف لانه هسه خايف من النهاية اللي ممكن تكون بيناتكم واله السبب قاعد ينسحب شاخك انت منسحب بدي شوف انه تعبه بالعلاقة ما قاعد يجي بنتيجه وياك انت ممكن انت مصرع لانه تنفصل بس بدون سبب واضح انطي سبب واضح وان شاء الله الله اللي بيخير اليك يقدمه بس يا برج السرطان نصيحتي اليك محاول ما تظلم احد ايضا برج السرطان البعض من عندكم انا نسيت اقولها ببداية اكو عندك احباط اكو موضوع صار لاربع تشهر انت منتظر خبر عنه او منتظر ان هو يكمل بس اكو احباط اكو اكو يعني صفحة بحياتك او شيء ما بحياتك انت تتخطط له او منتظره قاعد يصير بي احباطات قاعد يتأخر هواية كل ما قاعد تحس ان الموضوع اكتمل قاعد يتراجع الموضوع وينتهي يعني يوقف بمكان الموضوع واقف ما قاعد يتحرك مجرد احباط وتأخيرات فهذا الشي هو اللي يماثر على نفسيتك حاليا اذا كان هذا الشي هو الاساسي اللي يماثر على نفسيتك فاتطمنده يقولك انه حاول تفكر بايجابية للمستقبل والفترة جاي الامور هتبلش تتحرك وياك بس الموضوع كله محتاج صبر انت عليك فقط انت صبر بعد هذا الصبر امورك راح تبلش تتحسن تدريجيا ولكن احرص على انه انت ما تظلم الشخص اللي موجود بالفئة الثانية اذا شنت انت من اصحاب الفئة الثانية فحاول لا تظلم هذا الشخص حاول تكون واضح وصريح وياه وتقوله شنو سبب ابتعادك عنه اذا شنت انت شايل منه او زعلان لانه انت منسح بهذا انت من تصحب يعني انت زعلان او ممكن قاعد راجعت نفسك وحسيت ان هو مو شخص اللي انت تدور عليه فصارح بهذا شي وانسحب من حياته بعدين بهدو كل التوفيق لكم برج السرطان تحياتي لكم وان شاء الله الشهر يعد عليكم بخير وسلامة ويكون احلى من الاشهر اللي قبلها والله يحفظكم بظل هاي الازمات اللي قاعد نعيشها حاليا وينطيكم الصحة والعافية تركوا لي بالتعليقات اراكم اشتركوا في القناة